والله وبالله وتالله لو طبقت هذه النصائح استرتاح وتطمئن في دنياك وآخرتك اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله بالتقرب من الطاعات وبالابتعاد عن المحرمات احفظ الله تجده تجاهك إذا استعنت فاستعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين وإذا سألت فاسأل الله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلمت أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف والله لو تأملت في هذا الحديث وطبقت ما فيه اطمئننت واستراح بالك في الدنيا والآخرة ولا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فبلغ هذا الحديث وهذا المقطع غيرك ليزداد به خيرك والسلام عليكم